اذا احييكم في كل مكان ومن ان شاء الله الرحمن الرحيم تعدوا بألف خير فهذا الموعد الثاني لنهار اليوم اللي نتواصله من خلاله بعدما كنا معكم في مباشر الزوال الذي تحدثنا فيه عن ملف ثقيل يتعلق بالفساد في جهاز الدرك الهلكي في الداخل والعيون المحتلتين وهو الملف الذي سيكون له اثر بالتأكيد لان بالنظر الى ما استقيناه مباشرة بعد اللايفات السابقة والتي تكلمنا فيها عن الوقائع الخطيرة التي تجري فيها المنطقة بالتأكيد ان هذا اللايف ايضا سيكون له التأثير ايضا على سير هذه المؤسسة التي ينخرها الفساد كما ينخر كل مؤسسات الزريبة خصوصا يعني التي تشتغل في اطار المخزن اللعين المخزن الذي يريد كتم كل الاصوات الحرة ويريد ان يغلق كل الافواح حتى يشتغل بها راحية ولا يزعجوا احد الذين يوجدون داخل الزريبة فان لهم القناني في انتظارهم داخل سجوني المجرم السادس ومن يوجدون خارج الحدود فلهم الشكايات والتتبع والتهديدات والتهديدات بالقتل والتشهير وكل ذلك طبعا لهدف واحد ليس لتصحيح المسارات وليس لاحقاق ما يسمى بدولة الحق والقانون وليس لبناء المؤسسات كما يجب فقط لكتم الحقيقة لان هؤلاء المجرمين الفسدة الذين يشتغلون ضمن اطار النظام المجرم الفاسد يكرهون الحقيقة ولا يريدون الشرفاء ويكرهون كل من هو شريف وكل من يريد ان يشتغل بنزاهة وشفافية لذلك تجدهم يقربون اللصوص ويقدمون اللصوص ويرفعون من شأن اللصوص وطبعا كل من يرفع من شأن اللصوص فهو لس مثلهم وانا لا اجد حرجا في قولي ان المجرم السادس وليسطر على ذلك وليرفع عشرين الف شكاية بهذا الموضوع المجرم السادس هو المسؤول عن كل ما يجري داخل الزريبة وداخل اجهزته ولا ينجو ان شاء الله لهذا الموضوع باكثر تفصيل باذن الله تعالى ضمن هذه الحلقة لكن لا ينمشو للبلاغ السابع والاربعين للبلاغ السابع والاربعين أو الثامن والاربعين الذي صدر الليلة عن وزارة الدفاع الصحراوية والذي يقول بأنه تواصل وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي دك معاقل جنود الاحتلال المغربي وتدمير تخندقاتهم في جدار الظل والعار المغربي مخلفة دمارا كبيرا دمارا كبيرا وهذا هو الذي يحدث في اكثر من مؤسسة داخل الزريبة خصوصا يعني المؤسسات المخابراتية التي تعيش ايضا دمارا كبيرا في قواعده وتمركزاته وفي هذا الصياق ركزت وحدات متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي ضرباتها القوية على تخندقات الجيش الملكي المغربي الجبان 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 قصف عنيف استهدف قوات العدو في منطقة الخشيبي بقطاع حوزة قصف قوي على تخندقات الجيش الملكي المغربي في حزام الذل والعار في منطقة روس تارا جانت بقطاع حوزة قصف مدمر استهدف قواعد العدو المتخندقة في منطقة ديات شديدة بقطاع الفرسية اما اليوم الاربعاء الثلاثون من ديجمبر فقد استهدفت هجومات جيش التحرير الشعبي الصحراوي المركزة النقاط التالية قصف عنيف استهدف قوات العدو في منطقة اميقلي الدشرة بقطاع امغالا قصف قوي على تخندقات الجيش الملكي المغربي في حزام الذل والعار في منطقة روس الصبط بقطاع المحبس قصف مدمر استهدف قواعد جنود العدو المتخندقة في منطقة روس ودي مركبة بقطاع المحبس قصف عنيف استهدف قوات العدو في منطقة الثلاثيات قطاع القلتة وقد خلفت هذه الهجمات هلعا شديدا في صفوف جيش الاحتلال المغربي جراء الاضرار والخسائر التي نجمت عنها فيما يواصل جيش التحرير الشعبي الصحراوي الباسل اعماله القتالية النوعية مستهدفا تخندقات الجيش الملكي المغربي على طول جدار الذل والعار المغربي إذن الواضح في هذا البلاغ البارح تكلمنا عن التدمير يعني انتقل إلى التدمير وحينما نقول التدمير فإنه تدمير كامل لهذه القواعد واليوم نتكلم عن الرعب عن الرعب الذي يعيش عليه الجيش الملكي المغربي الجبان 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 وليس من جبن أشخاصه ليس من جبن أفراده ولكن من جبن النظام من جبن النظام الذي لا يستطيع أن يواجه الذي لا يستطيع أن يحارب الذي لا يستطيع أن يخرج بشكل مباشر إلى خصمه دائما يختفي وراء أطراف كما يفعل اليوم النظام المخزن يبحث عن أي تقش يتعلق فيها من أجل أن يدخل هذه الحرب يحاول أن يستدرج بلدان أخرى حتى تساعده في الحرب لأنه ليس له الشجاعة أن يدافع عن أرضه يقول عنه أرضه يقول أن هذه أرضك وتقول بأنها وحداتك الترابية والصحر المغربية إذن أين شجاعتك من أن تدافع عنها بشكل وحيد لماذا تبحث عن أطراف أخرى تدخلها في النزاع من أجل أن تجد لك توازنا هذا ديدن الجبناء هذه سياسة الجبناء هذه سياسة الملوك الذين أكلوا خيرات الشعب المغربي وأكلوا خيرات الشعب الصحراوي ودمروا الإنسان المغربي ودمروا كذلك الإنسان الصحراوي أو حاولوا أن يدمروا الإنسان الصحراوي لكنه لم يرفض أو لم يقبل على أنه يبقى عبدا من عبيدي المجرم السادس وحتى أباه وقبيلته كاملة يعني لم يقبل الإنسان الصحراوي ولا يقبل الإنسان الصحراوي أن يكون عبدا عند أي أحد طبعا العبيد الذين يوجدون اليوم من الصحراويين الذين يشتغلون مع النظام إما بفروض عليهم الاشتغال أو هم باعوا ذمامهم فإنهم يعني لا يقبلون سوى عن حبهم للعبودية أما الأحرار لا يقبلون أعلنهم يتموا عبيد عند ملوك يعني أكلوا الأخضر واليابس ولم يشبعوا مع الأسف إذن ما ذمنا نتكلم عن البلاغ ونتكلم عن العمليات اليوم نشرنا فيديو للجمركي المغربي بضر الذي توفي كذلك في المنطقة يجهل لأحد الآن سبب وفاته لأنه حينما بحثنا قيل لنا بأنه أصلا كان في منطقة القرقرات كان يعني جمركيا في منطقة القرقرات وكان مسؤولا جمركيا في المنطقة وكان معروفا بأنه رغم شعند ربه يعني حسب المعلومات الدقيقة أمري ما هي خلنا من المجاملة والسباغة وذاك الله يرحمونه وما نعرفه نتكلم عن ماذا كان يفعل وقيد حياته كان معدل الطريفة في القرقرات كان معدل الطريفة في القرقرات وكان داريده مع المهربين وخصوصا المهربين الصحراويين الذين يتعاملون مع الاحتلال المغربي وكان معدل طريفة لشاحناتهم ويأكل معهم ويشرب معهم من التهريب وحينما كثر القيل وقالوا عليه تم تنقيله إلى مراكش وفجأة ظهرت جثته في مدينة العيون المحتلة ماذا يفعل في مدينة العيون المحتلة أين توفي ما هو سياق سبب وفاته يعني لا أحد يستطيع ونتمنى من سلطات الزريبة سلطات الزريبة التي لا تحسن سوى كتابة البلاغات والتوجه إلى المحاكم من أجل محاكمة من يفضح الحقيقة نتمنى على أن يعطونا بلاغ يقولون الجمرك الفلاني توفي في حادثة سير أو توفي بلضغة أفعى في الصحراء الغربية أو توفي بكورونا أو توفي بسبب من الأسباب لكن نقل جثمانه من مدينة العيون المحتلة ليلة أمس ولكن شفتم مباشرة بعد نشرنا للصورة خرج الذباب المخزني اللي يعني نجججج على هذه الصفحة من أجل تكذيب الخبر ومن أجل يقولون أنه لا هذه صورة من المزنبيق تلك صورة أتينا بها من المزنبيق قبل أن يأتي الفيديو في الصباح ويكذب كل شيء لرغم أن الفيديو أصلا كان منشور منذ ليلة البارحة وننتظر تفسيرا لماذا يوجد هذا بضر لماذا يوجد في مدينة العيون المحتلة وهو قد تم تنقيله قبل أشهر إلى مدينة مراكش يعني نتمنى من نظام الزريبة أن يصرح لنا ذلك بما يتعلق بالبوليسي بالرسول كذلك اللي كذبوا كذلك كذبت إدارة الحموشي كذبت وفاته وقالت بأنه كان في تطوان وتوفي في تطوان وأنه لم يكن في هذه العمليات العسكرية التي ينفيها النظام نفياً تاماً نظام نقل قام بتنقيل قوات المساعدة وزجبها في الحرب نقل البوليس وزجبهم في الحرب مشغلوا يحتاجوا بالبحري أصحاب البحرية وزجبهم في الحرب فاضلاً عن جنوده طبعاً البواسر البواسر من البواسر طبعاً لأن الجيش المغربي اليوم في لحظة البواسر وليس في لحظة البواسر وكل ذلك حينما تخرج معلومة عن شخص توفي في هذه المعارك وفي القصر فإنه يخرج للتكذيب سبحان الله يعني لا تفتصلوا مع كلمة الكذب الكذب لا بدلكم من تكذب كذب كذب خبر للتكذيب الإدارة الفلانية تنفي الإدارة الفلانية تكذب الكذب نقابل لا الكذب لماذا لا تقول الحقيقة قبل أن تكذبوها والله يقول لها لكم حد كذب والله ينصرها بالكذب وما مصلحتنا احنا نكذبو شنو مصلحتنا احنا لسنا في موقعكم باش نكذبو ولماذا سنكذب لين نكذبوها اشلين ربحوا عليها لملاير ولكن قولوا الحقيقة للشعب المغربي يقولوا الوفلان مات في كذا وحسب يعني المعلومات اللي أيضا استقيناها اليوم فإن البوليس توفي في هذه المعارك لكنكم نفيتم وخرجتم ببلاغ تقولون بأنه توفي عادي بشكل عادي جدا فضلا طبعا عن حالة الارتباك الموجودة يعني هناك لحظة ارتباك كبيرة جدا داخل جيش البواسر هناك لحظة ارتباك كبيرة جدا وهذا الارتباك طبعا يمتد أيضا إلى عمل الأجهزة الموجودة يعني مدينة العيون المحتلة فيها ارتباك كبير جدا مدينة السمارة غارقة في الارتباك السمارة بمستشفاها ما منوع الدخول إلى مستشفى السمارة المحتلة إذن إذن ما كان عندكم الحرب وما عندكم ضحايا والوضعية عادية جدا وكورونا نتغلبين عليها إذن لماذا تمنعون الناس من الدخول إلى مستشفى السمارة المحتلة لماذا ولماذا تأتي هذه السيارة الإسعاف تأتي هذه السيارة الإسعاف تمشي أصحابها بغن يستدروا في السحارة ويرجعوا للمستشفى يعني لماذا لا تقول الحقيقة لماذا هذا النظام يكذب يكذب على شعبه ويريد أن يكذب حتى على الصحراويين لن تنطل إحنا المغاربة الذين يتابعون هذه اللايفات ولا يريدون تصديق ما يقالوا فيها فذلك شأنهم ونحن لا نخاطبهم ونحن لا نبحث عن إقناعهم وله لا يقنعهم وهذا العياش الذين يتابعون الصفحة والذباب المجججج عليها لا نريد لهذا الإقناع الله يجعلك مع الماخزان والله يتبعك للماخزان والله يسكنك مع الماخزان والله يجعلك تعيش عبدا عنده إلى نهاية العالم لكننا نتكلم مع الأحرار الذين يريدون متابعة الحقيقة والذين يرغبون في معرفة ماذا يجري بالضبط بوسائل بسيطة جدا إذن كيف قلت لكم أنه اليوم شاهدنا يعني شاهدنا أو تتبعنا أنه مجموعة من التطورات من ضمنها يعني الطائرات الحربية التي تخرج تقريبا بشكل شبه يومي من مطار العيون المحتلة اليوم طائرتان في الصباح طائرتان حربيتان حلقة بعض الأخبار تقول أنهما لم تتوجه إلى جدار الذل والعار حسب المعطيات التي توفرنا عليها يبدو أن الأمر فقط نوع من الجوالات اليومية للمراقبة لأن أصلا الطيران الحربي المغربي يخشى تعرفون ما يخشى؟ تعرفون لماذا إلى حدود الآن لم يستعمل نظام الاحتلال المغربي الطيران الحربي في العمليات إلا بشكل خفيف جدا نتكلمنا عنه ذاك النهار يخشى من استعمال طيران الحربي لأنه يعلم بأن الصحراويين لديهم من الإمكانيات لإسقاط الطائرات المغربية وهو يغتفاد إسقاط أي طائرة حتى لا ينفضح أمر كل المعركة لذلك يفضل أن يضحي بجيشه البواسر من البواسر طبعا يفضل أن يدفع بجيشه من البواسر إلى معركة خاسرة وإلى الموت بدلا أن يدافع عنهم لأنه ليس في مصلحته أن يتم إسقاط أي طائرة من طائراته الحربية إذن هذا واحد أيضا من الفيديوهات اللحظة التي توصلنا بها والتي تتعلق بهذا الذي ينفي المغرب ما كانوا له وضعه آدي جدا دجاجته وراءه واكله شاربه ساكن بخير على خير ومبرع ومخابراته وبوليسه وكذرهم يحمون سلامته وهذه المهمة والشعب يجعله الجيش البواسر يجعله يموت كامل هذا فيديو يتعلق بعمليات جيش تحرير الشعبية الصحراء وتوصلنا به اللحظة يقول لك أنه لا أفهم شيء عادي جدا الوضع عادي جدا نحن موسيطرين ومتحكمين في كل شيء إذن كذلك يعني يراكم شفتوا الخبر خبر محاكمة 170 جندي أمام المحكمة العسكرية في الربا وذاك النهار علمنا علمنا على أنه كان ستتم محاكمتهم في اليوم الموالي وبعد نشرنا للخبر قاموا قاموا وأجلوا المحاكمة وخلاهم سكنين يعني في ظروف لا إنسانية في ظروف لا إنسانية هذول اللي اعتقلهم هنا وهنا قدوهم لثكنة شخمان تابعة للدرك الهلكي في في الرباط ولما علموا بانتشار الخبر قاموا بتأجيل المحاكمة العسكرية وخلاهم سكنين في السجون يعني ويعني حالتهم رقم عالمين عن بي الله الله سبحانه وتعالى لأن أصلا الجندي الذي يفر اليوم الذي يفر من الجندية ويجبع رأسه مسكنين مولي كذلك سقط في يدي هذا النظام وينكل به وحسن له رأسه ويقدم المحاكمة وشوف كم من عامله يتنعطاله وأهلهم مسكنين يحانوه يعني واحد مأساة مأساة أنا رانينم أفهم لما كيف يفكر هذا النظام أنا والله أحاول أن أبحث كيف يفكر هؤلاء هؤلاء المجرمون يعني ما عندهم سبحان الله إنسانية لتجاه شعبهم تقول عنهم هذو الناس كأنهم عايش كأنهم شيء بشر شيء بشر كنجايم شيء كوكب آخر لا علاقة له إنسانية مع شعبه مع شعبه يعني مفروض على أنه إلا كان هذا الملك أصلا إلا كان هذا الملك هو ملك المغرب وهو مغربي إلا كان هو مغربي هو ملك المغرب خاصه يحس بالناس خاصه يحس بالشعبه خاصه يفكر في شعبه خاصه إلا كان عنده فقير يقوم به إلا كان عنده مريد يقوم به إلا كان عنده واحد محتاج يقف معاه إلا كان عنده شيء مظلوم يقف معاه يأتي حقه هذا ولينا عرف هذا بشكل إنساني بغض النظر على العلاقة السياسية والله واش هذا ملكي ولا جمهوري ولا قرن الكحلة لا هذه علاقة إنسان بإنسان أنت تعود عندك مسؤولية الناس تدير مسؤولية لملايين ولكن علاقة لك بالمسؤولية وهذا اللي حاطهم كذلك بشيء يسير شؤون الزريبة ما عندهم علاقة بهذا الإنسان حط رأسك أنت هذا اللي تدافع عن النظام حط رأسك أنه أنت كنت اليوم في الصحراء الغربية جندي تتقاضى أضعف راتي في الزريبة ترسل منه الأهلك أطعوا عليك أهلك الملايين بشي دخلوك العسكر دخلت العسكر خدمت في العسكر بعيد منهم ترجع لهم أنا عف كم من مرة في العام مرة والله مرتين في العام تزوز معهم نهارات تقدموا عن المتزوجين المولي اللي عندهم أبنائهم خلاهم وراهم خلاهم زوجاتهم خلاهم أباهم خلاهم أمهاتهم واليوم يعودوا إليها فارا من هذه المعركة اللي هي مفروضة عليه وبعد ذلك ينحط في السجن وتضيع هذه الأسرة ويضع مستقبلها وهذا النظام لا يتحرك سبحان الله لا يتحرك لا يتحرك ماذا يسري في عروقكم واش كين واش البترول والله شي بادة أخرى والله الدم لا أعتقد لا أعتقد الدم الذي يشترك فيه البشر كاملين ما ظنيت عنه يسري في عروقكم لأنكم ما دمتم تفعلون هذه التجاوزات في حق الشعب المغربي فأنتم لا علاقة لكم بالشعب المغربي أنتم لا علاقة لكم بالشعب المغربي خاصكم طرحلوا عن الشعب المغربي خلوا الشعب المغربي يتنفس خلوا هذا الشعب المغربي يعيش حريته كاتمين كاتمين أنفاسه كم من عقد أنتم كاتمين أنفاسه ما عنده الحق في أن يكون إنسانا ولا أن يعيش بكرامة ولا أن يدافع حتى لك مخلص لهذه القضية والله عنده أصلا علاقة بها يدافع عنها بقناعة ولكن بشي دافع عنها فقط من أجل راتب في الشهر مفتالي تضيع حياته ويضيع راتبه وتضيع أسرته وتضيع أحلامه وأنتم لا تفكرون به إذن لا علاقة لكم به لا علاقة لكم به وما عندكم الحق تتكلموا باسم المغرب ما عندكم الحق ما عندكم الحق إذن خبر تحويل 170 جندي على المحاكمة العسكرية متداول لكن النظام الزريب كاف الفمو طبعا كالعادة هناك أيضا إخفاء لخبر خبر سيصدم العياشة وسيصدم كل هذه الأبواق التي تطبل للنظام وتسبحه وتحمد له لإنجازاته الوهمية إنجازاته الوهمية سيكتشف كل من طبع للنظام فيما يتعلق بدونالد ترامب سيكتشف بأنه كان يطبل للوهم وأنه احتفل بالوهم وضحكوني واحدين هذوك اللي كان نصارنا فيديوهم قالوا هما جمعية جمعية المجتمع المدني مع فمسيدي سليمان والله وقال لك يا إنه الراضي اللي قد قام بي نصري فيديونا ونحن احتفلنا باش احتفلتو احتفلتو باش احتفلتو بالوهم احتفلتو بالوهم عمركم لظمتو شي تجمع تدافعون عن المظلومين اللي معاكم فم سيدي سليمان فيها أكبر ديكتاتورية اللي هو الراضي الراضي الذي يعني عندي عنه من المهد إلى اللحد وهو في البرلمان وسارق وسارق العشرات من المساحات ومن الهكتارات ومجوع الشعب ويتحكم في الدرك ويتحكم في البوليس وينقل كل شي كل شي يتحكم فيه ملك ملك الغرب يا وينك شجاعتكم أين شجاعتكم المجتمع المديني بقيت في الاسم بقيت وإنه هو دجاجته وإنه هو ونحن مجندين وراء ودجند وراء الحق بعدها أما دجاجته وراء يقدموا تخدع وراءه ميت وراءه خحيرة وميت قلت تسمع لكم قال لك أنه نادي بزيارة الملكية لسدي سليمان لماذا يعدلكم الملك سدي سليمان لماذا يعدل سدي سليمان الملك ما عدل المغرب كم يعدلكم وفي نهاية هذا المنطق هذا كان شي دولة في العالم تنتظر حتيجي الرئيس بشي تعد التنمية في شي شي مدينة بحال قلت مثلا هون رئيس ماكرون كله رئيس ماكرون خاصة تزور مارسايا لأن إلا جيت تجي معاك الخير السيد الرئيس حينما تزور مارسايا فإن الخير يجي معاك وحينما تغيب عن مارسايا فإن مارسايا تتبهدل شهذا المنطق شهذا المنطق يا شعب الكل يا اللي ما بغيت تتفيق ما بغيت تتفيق من القلب تم قلوب عليك عشرين ألف عشرين ألف كوش من الجبن والخوف وما قد تتفيق ما بغيت تتخدم عقلك شوي قال لك ننتظر الزيارة الملكية بحال الزيارة الملكية لا يتغير لك أنت الواقع لا يتصبح لك بن سليمان هي نيويورك دجاجة إلى جراء ويجاء غرب يمثل عليك ويرجع في حاله القصر عندي نقع ما يبات عندكم وواقعك سيبقى هو وواقعك لماذا لأنك لا تريد التغيير لأنت أصلا ما يريد التغيير ولكن ما تتكلم إذن من ضمن الإنجازات ما شاء الله التي يطبر لها النظام هي التطبيع ودونالد ترامب وقرار ترامب والولايات المتحدة الأمريكية وقد اعترفت لنا وعطعتنا السيادة لكن الشعب الكليخ تعطيها أي بلاي يوكلو صحيفة هاريس الإسرائيلية ماذا تقول تقول المغرب يتراجع عن اتفاقه مع إسرائيل اسمعتها أي شيء أم لا ما اسمع ذاك اللي تحتافل تقمانك عارف باش تحتافل قال أي شيء يا أيها شعب الكليخ يا شعب الكليخ صحيفة هاريس تقول المغرب يتراجع عن اتفاقه مع إسرائيل في ظل مؤشرات حول نية الرئيس جو بايدن إلغاء إعلان ترامب حول الصحراء الغربي كشفت صحيفة هاريس الإسرائيلية الواسعة للانتشار في تحرين نشرته مساء يوم أمس من الثلاثاء أن المغرب بدأ فعليا التراجع عن الاتفاق الذي وقعه مع الإسرائيليين بخصوص العلاقات الديبلوماسية وأكد عدد من الخبراء الإسرائيليين أن تراجع المغرب عن بند الاتفاق وعدم التحمس في تطبيع العلاقات ليس بسبب قضية فلسطين بل يرجع إلى بروز وأشيرات حول إمكانية تراجع الرئيس المنتخب جو بايدن عن إعلان الرئيس دونالد ترامب الذي قرر من خلاله الاعتراف بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية يقول ساتلوف الخبير في شؤون النزاع الصحراوي إن المغرب سيمتنع عن اتخاذ أي خطوات إضافية تجاه العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع إسرائيل حتى يتضح موقف إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن وأكد ساتلوف أن الإدارة الأمريكية الجديدة لديها خيارات فيما يتعلق بالصحراء الغربية حيث يمكن للرئيس جو بايدن إلغاء قرار ترامب أو تعليقه وأشار ساتلوف إلى فجوة كبيرة بينما وعد به ترامب عندما أعلن انفراجا تاريخيا في العلاقات بين إسرائيل والمغرب وبينما تم تحقيقه على أرض الواقع من جانبها أوضحت عينات ليفيا المتخصصة في العلاقات الإسرائيلية المغربية في مركز أبحاث متيفين إن وسائل الإعلام المغرية ركزت على الاعتراف الأمريكي بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحارة الغربية ولم تذكر كثيرا عملية التطبيق مع إسرائيل وهو ما يؤشر على فشل الاتفاق حيث أن المغرب كان يريد فقط الاعتراف الأمريكي بالسيادة المزعومة على الصحارة الغربية دون تنفيذ بند الاتفاق مع إسرائيل فهمت العياش يا الله ما فهم فهمت شعب الكل أم لم تفهم بعد هذا النظام يبيع لك الوهم هذا النظام ما عنده ما يقدم لك ما عنده ما يقدم لك وما عنده شي يقدمو لك وهو أصلا هو فاشل 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 لا يصنع سوى الفشل 21 سنة واش عبشني 21 سنة 21 سنة رأى الناس تعدل فيها المعجزات النصر غارف 36-5 سنوات تعدل المعجزات 21 سنة هو يكذب عليه بالله الخطاب الذكرى ما نعرفه طورة الملك والشعب طورة الملك على الشعب ما نعرفه الاستقلال ذكرت ما نعرفه عيد الشباب بعد عنده خمسين سنة وحتفل بعيد الشباب شباب أشتلا بغم شاب خمسين عام وزيد وزيد وحفل البلاو وحفل الولا وحفل الهداء و والفتتاح السنة البرلمانية والخطاب في البرلمان وإنه والفروش وإن الثروة المهم كلمات تاريخية كلمات تاريخية ولكن شنوراها 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 سيادة وعطتنا الولايات التحدّد الإمريكية السيادة وانتهينا من السيادة وهذا هو وراهم شاد د الفضّر وباناما وسويس وصاكر في القصور وتحال فما كوائنا والسيادة عطاونا السيادة الحمد لله جمنا الوحدة التورابية جمنا الوحدة التورابية والطاقية الوطنية نحنا مجنتين وراه جند أين هو بعد هذا الجند وراه منه فينا هو باشتجند وراه هو كأن ح ال кому يتجند ورا الوهم كأنشي واحد يتجند ورا الوهم ما لا كأنش بعقله ان حد ما يتجند ورا الوهم 남자كري يرودU élسان لعاد انين والله والله إطار والله تنظيم والله والله مؤسسه على الأقل تقول انا من قدام هذه المؤسسة رج micros�راي وانا مجند وراه هو مجندو نت Legend ورا الوهم دخلو لكم أنتالى العبارات مجندين وإننا مجندون ويجب أن تكون مجندين والحرص ما نعرفه شو أنت تكررها بحال ببغاء بحال ببغاء وما بغيت ترفعه من المستواك بغيت تبني دائما عبده ببغاء تكرره ما يملأ عليك ما يملأ عليك إذن الآن يعني ما يزري راكم شايفينه تطورات ماشية في انتظام بالنسبة بعد الجانب الصحراوي الحمد لله الصحراويون ماضون في مسيرته إن شاء الله رحمه 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 سيحققون استقلالهم وسيحققون إن شاء الله مطلبهم باش بذراعهم بذراعهم ما هو بالكلام ما هو بالكلام شبابهم الحمد لله يتدرب جيشهم يواصل القصف مؤسساتهم تصدر البلاغات يوميا آلتهم الإعلامية على بساطتها ما عندهم لا دوزام ولا الأولى ولا ميد راديو ولا شاذا ايف ايم ولا من عرفاش عندهم مؤسسات بسيطة جدا لكن الحمد لله استطاعت استطاعت أن تحاور المعاردين المغاربة استطاعت أن تحاور المعاردين المغاربة لماذا لا يستطيع أن يفعلها هذا الإعلام الذي يكسر النبي القرقاء هذا الإعلام الزريبي هذا إعلام المخزن لماذا لا يستطيع أن يحاور وجهات نظر أخرى يفتح لها المجال تتكلم حتى هي لماذا لأنه نظام قمعي نظام هش نظام لا يستطيع لمواجهة نظام جبان يختبئ وراء الجدران ويمارس هوايته في التلصص فقط إذن والشعب المغربي أعتقد على أنه الذي سيحرره إن شاء الله الرحمن الرحيم هو الشعب الصحراوي الشعب الصحراوي هو الذي سيحرر الشعب المغربي وهذا ليس كلامي أنا هذا ليس كلامي هذا كلام المغاربة الأحرار الذين يتصلون بنا والذين يساندون هذه المعركة والذين يتابعون ما يزري في الصفحة والله في اليوتيوب والله ما نقوم به من نشاط إعلامي يقول لك أنه ستحرروننا إن شاء الله الرحمن الرحيم أنه الآن عندنا إحساس أنه الشعب الصحراوي هو ما سيحرر الشعب المغربي اللي ما عنده معاه خلاف النظام شو شي عدد النظام يحاول أن يذكي يذكي هذه النعرات يعني يقبض يقبض الإنسان المغربي يشحنه هذا الإنسان الصحراوي فعله هذا بوليزاري ليس هناك أي شعب صحراوي ليس هناك هذا إنهم مرتزقة إنهم شرذمة إنهم كذا وفي المقابل أيضا يقول لك العثماني والله يقول لك تجاجته إن الوطن أغافر رحيم والعثماني يقول لك بأنه عليكم العودة حتى يعني مهما فعلتم أرجعوا وخلتم وشير ذمة ومرتزقة وقلت على الطرق فأرجعوا أرجعوا عندنا كنوا معانا أنت وارك مواطنين وهذا ذراه خطاب خطاب حلا بغي تخلط الموزة لا يمكن ما يمكن تخلط الموزة ما يمكن تخلط خطابين ما عندك خطاب واحد ما عندك حتى رؤية ما عندك حتى ديمقراطية تقدم للشعب المغربي وبغي تجي تجيب سحراويين أحرار ولدوا في البلاري وفي الفيافي ويؤمنون بعزيمتهم وما يجد حد يقصر نفتهم ولا يجد حد يروضهم كما تروض القطيع الآن هذا من جهة بغيت نفتح معاكم الملف اللي شفته اليوم لين نشوف هذا الخبر يعني اليوم شفنا خبر اليوم الزريبة طبعا تتحرك لأجهزة قرروا في النهاية قرروا أن يتابعوا سرق المال العام وقرروا أن يستعيدوا كل الأموال المسروقة وقرروا أنهم يعني يحاسبون الفسد في الزريبة قرروا الحمد لله أن النظام المجرم السادس قرر في النهاية أن يقوم بهذا العمل اليوم قرأنا هذا الخبر اللي نقدم لكم الآن قال لك بأنه عفوا بلغ بلغ صحي الزريبة قررت الزريبة اتخذت قرارا لا رجعت فيه أنها ستحارب الفسد وهذا الحرب يعني من سيشنها الديستي ولا جيت والديستي يعني المراقبة التراب الوطني لا جيت المخابرات العسكرية اللي هي المديرية العامة الدراسة المستندات والديستي هي المديرية العامة للأموالوطني قرروا فجأة جميعهم أن يحاربوا الفسد سيحاربون الفسد قرروا ابتداء اليوم أنه ممنوع الفسد وأن كل لصص المال العام سيسجنون وكل لصص العام سيحاكمون وستستعاد الأموال واللي هرب شي فلوس في الخارج لا يجيبها واللي تعد على شي واحد يرد له حقه قرروا تحاماوا اليوم تحاماوا بالمحكمة الابتدائية في الرباط في مواجهة أشخاص يقطنون خارج المملكة من أجل إيهانة موظفين عموميين وإيهانة هيئات منظمة شفتوا 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 القرار التاريخي الذي سيحسبه للنظام الدكتاتوري اللي اليوم كان عنده مواجهة فقط مع الصحراويين كان عنده مواجهة مع الصحراويين نكل بهم منذ خمسة وسبعين فعل بهم ما فعل الآن فتحنا فضاء أخرى مع المغاربة فتح مع المغاربة الذين يريدون أن يتحرروا موجودين في دول الحرية ولكنه خاص يردهم عبيد وخام موجودين في دول الحرية خاص يكونوا عبيد عندهم وخاء عن بعد المهم تلكومونت خاصك تكون عبد ولكن عايش في أمريكا تكون عبد إياك أن تكون حرا لأنك لما كنت حر والله إلا بغيت دراسك حر فإننا ننتظرك حينما تعود إلا جاء الله ما بغيت ترجع فإننا سنبحث عنك سنصدر مذكرة دولية ونأتي بك لنقدم لك القانانين القانانين في سجوننا لأن أمير المؤمنين يوصينا بالاهتمام بالسجناء فإجلسهم على القانانين بأنواعها وأشكالها والاهتمام بهم في السجون وإعطاهم الحر المحاكمات العادلة هذا وصية أمير المؤمنين قالنا ليه حلفهم في الخارج جيبوا جيبوا لأن نحصن عليه نحصن عليه إذن تقدمت كلهم من المديرية العامة للأمل الوطن والمديرية العامة لمراقبة تراب الوطن والمديرية العامة للدراسات المستندة بالشكاية أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في الربا هذا أول ملاحظة أول ملاحظة ما لكم متحامين ما لكم متحامين دائما متحامين ما يقد فيكم واحد يمشي حارب واحده تمشي المديرية العامة الأمل الوطنية وحدها تحارب وتمشي الديستي وحدها تحارب وتمشي لها تجي تمشي تحارب وحدها على أنتم تتحاربوا كاملين على جايين تتحاموا مواجهة دولة هذه الشيكاية معدينها ضد دولة ضد أشخاص 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 واحد هرين ثلاثة أربعة هذو الأشخاص عندهم تليفونات وعندهم صفحات في إسبوخية يتكلموا فيها وعندهم قنوات في اليوتيوب وأنتم ثلاثة بأجهزتكم بفلوسكم بعلاقاتكم بمخبريكم بجواسيسكم في كل مكان تحامين على أشخاص باش تعرفوا نهاية هذا النظام نهايته هذا هالشي اللي كنا نقول لكم نقول لكم والله اللي معول على المخابرات المغربية اللي راهو خرطه خرطه تلافة والله اللي معول على القصر الملكي اللي خرطه تلافة والله اللي معول على المجرم السادس اللي خرطه تلافة والله اللي معول على الحموشي باش يجيب له الأمن اللي خرطه تلافة واللي معاول على المديرية العامة الأمن الوطنية نجيب له الأمن واللي معاول على الاتجية على أنها تحمي حتى وراء خاصه يراجع قدراته العقلية عثلت مؤسسات متحامين والمحامين فلوس موجودة المحاميين باش عديوا شكاية ضد فلان وفلان 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 اللي يتكلموا ما حاملوا سلاح ما صيفتوش يصارو قصير لأمد والله بعيدا متى ما شكلوا خلايا رهابية في المغرب ما شكلوا جماعة مصلحة في المغرب ويتكلموا في اليوتيوب والفيسبوك بالله عليكم بالله عليكم شمن ثقة اليوم ممكن لأنه يشكلها الإنسان المغربي في أجهزته المخابراتية والأمنية أنا لو كنت أنا لو كنت في راستكم والله لنحشم نقفل هذك المؤسسات نعبدل لهم السلسلة ونعمدهم لقفر ونمشي شمال مؤسسات ما كم قاعدين تتحاربوا كلها واحدوا قاعدين تنسقوا باش لا ربما تجيبوا مش لا يتجيبوا من الدول الديمقراطية مش لا يتجيبوا من الدول الديمقراطية لا يتجيبوا انتصارات ما كم ولا يتجيبوا انتصارات لأن هذا القضاء الدولي قضاء لا علاقة له بقضاء أمير المؤمنين لا لديه علاقة خاص قضاء أمير المؤمنين يزوز 200 عام أخرى 30-anger عام أخرى يدخلوا between 0.01 من القضاء الدولي وعادلة القضاء الدولي ماذا يتربحوا؟ ماذا يتربحوا؟ ماذا يتربحوا عن القضاء الأمريكي مثلا؟ ماذا يتربحوا عن القضاء الفرنسي؟ ماذا يتربحوا عن القضاء الألماني؟ ماذا يتربحوا؟ ماذا يتربحوا؟ ولكن إفلاس فلسطو وتموت وتخبطوا ماكم عارفين بغيتوا تموت تقمعوا الناس بغيتوا تموت تعدوا على الناس في المغرب ولكن ما حد يتكلم معاكم ما خاص حد يفضحكم خاصكم تموت تعدوا ذاك شيء اللي بغيتوا تعدوا مع أمير المؤمنين في الشعب كيف ما بغيتوا وهذه الدركاء اللي يتكلموا عنهم رأمار ضحاياكم هذا الدركاء اللي جايين تتكلموا عنه متابعينهم باش تعدلوا لهم الشيكاية رأم ضحاياكم ضحايا من سارقين شيء ما العام مهربين شيء ما لاير شنو كانت تعدهم شيء مسغوليهم شاو باعوها لشيء خاصم والله باعوها لشيء دولة وخرى والله وهذا رأم ضحاياكم وهذا رأهم اللي خاصموا حاكموكم انتوما لانكم ما قمتوا بالواجب رضا حياكم واحد واحد وقفتكم بانكم كنتوا فاتحين الان نافذة الشعب الصحراوي وكنتم عندكم لاجئين صحراويين ذرك راولي عدوا عندكم لاجئين مغاربة وقلت لكم قبل اشهر قلت لكم راكم واشي من الكوليخ راكم واشي من مضرع العامين للمؤسسات للكوليخ والله ما عندكم قرام من الحكمة والله ما عندكم العقل قاعدين اليوم تخلقون معارضين اخرين مغاربة ما عندهم مشكلة معاكم ما عندهم مشكلة معاهم عن تماهم ولكن سيطلبون اللجوء في دول اخرى وعندهم اليوم الذريعة وعندهم المبرر وعندهم الاحجج والادلة حتى يحصلوا على اللجوء وحلوا فامكم انتم قلوا الله لا الله قاعد شي لك درنا ما ما كان علينا خاصنا عدلوه لماذا لانه ما فيكم واحد عنده الحكمة انا قلتها لكم مزريبة كاملة ما فيها رجل حكيم واحد رجل حكيم واحد يقول للجماعة يجمع الجماعة كاملة غالطة يقول لهم لا لا وقفوا حد تكون فهم هذا اجراء غير مقبول انتم شي من قطع الطرق شي من السراريك شي من الشفارة ما خلتوا غرف المعارضين غرف النوم ما خلتوا الوطيلات حطيتوا فيهم الكاميرا تصورتوا الناس عوراه وتتكلموا عن التشهير انتم اش تعدلوا انتم هذا اللي تعدلوا في الزريبة العدالة الديمقراطية ولو كان عندكم عدالة قام يجوا هذو الناس يتكلموا في خارج لو كان عندكم شي عادلة يتكلموا الناس في المغرب ويدافعوا عن حقوقهم في المغرب ويقبضوا حقوقهم في المغرب وهذو كامل ينفروا من الزريبة فرارا على حياتهم ولازلوا مهددين حتى في اوروبا من طرف معوانكم وخبراتكم وجواسيسكم وجمعياتكم المسترسقة وفي النهاية بغيين تتابعوهم ومري كذلك في الخارج والله يزعم ما لقيت اغبى منكم لا تنكملوا البلاء قالك في مواجهة اشخاص يقتنون خارج الململكة وذلك من اجل يهانة موظفين مسكني يهنتهم هذو الموظفين احنا نهينوكم يا سبحان الله احنا نهينوكم لما تكلموا لكم نقول لكم فلان عدلوا فلان اسرقوا فلان انهبوا فلان اخلى بواجه به الميهاني نهينوكم صافي ما تنهينوكم ابتداء من اليوم لان انتمو نقول لكم برافو عليكم كمل الفلاني مسؤول الفلاني انك بطل ما شاء الله بطل مغوار وحتى نحن ننظم هون خارجات ونفدوش ترويط الحمراء ونقولوا ان دجاجته هو وعننا مورا مع دجاجته ومع شهد الناس الانظيمة مقابلة شي مفيد الشعوب انتم من قابلين التفهات باش تحموا نفوسكم واراكم قايسي الهاوية يكماوا الهاوية والهاوية رانكم فيها يكشتم انتم ادرك والله انكم في قمة الهاوية والله المدة الزمنية اللي بقى لكم رأي محدودة جدا غار خبطوا معاروسكم غار رونوا زيدوا خرب قوة يا اصلا خرب قد زيدوا خرب قوة قالك بانه يعني مساكن هذا اهانة موظفين عمومين اثناء مزاولة مهامهم وايهانة هيئات منظمة والويشاية الكاذبة والتبليغ عن جرائم وهمية سبحان الله وبث وتوزيع الدعاة ووقع كاذبة والتشهير سيكنين وذكر بلاغ مشترك لمديرية العامة والامن الوطني والمديرية العامة والامن المديرين ان تقديم هذه الشكاية امام السلطات القضائية المختصة يأتي في اطار ممارسة حق التقاضي المكفول لهذه المؤسسات الامنية او انتوما انتوما تتكلموا عن حق التقاضي مش كون لا يقاضيكم انتوما على تجاوزاتكم مش كون ش من هيئة اليوم في المغرب اللي قد تقاضيكم انتوما انتا الحموشي مثلا كل التجاوزات اللي تقع عندك في الجهاز ش كون اللي قد يقاضيك انت في المغرب ش كون ياك انت مواطن ياك مغريبي بحالك ياك لا استفوق القانون ياك تقولوا ان ما لا استفوق القانون اذا ش كون اللي قدي قاضيك اليوم على تجاوزاتك والله ما عندك تجاوزات ما عندك تجاوزات ما عندك تجاوزات في حق زيان ما عندك تجاوزات في حقي انا شخصيا رعي الملفات قدامي ما عندك تجاوزات في حق في حق الناس اللي شهرتوا بي هم ما عندكم تجاوزات في حق الناس اللي ماتت عندكم في مخافر الشرطة لا عندكم تجاوزات في حق إبراهيم سيكون الله رحمه لا عندكم حق تجاوزات في حق الصحراويين في مدينة العين المحتلة والصحراويات اللي تسحلو في الشارع واللي تكرفسوا عليهم واللي قتلتوهم واللي هجرتوه واللي مات في البحار هذا ما كان يحاكمكم تقول لي شي مؤسسة في المغرب تقلت تحاكمك انت تحاكمك المحاكمة العادلة الفرنسة هربت منها بحل الفار هربت منها بحل الفار إذن وقعت أزمة ديبلوماسية إذن مين قايسين إذن ماشين باش تمسحوا عن وجهكم القذر وجهكم قذر وجهكم قذر معنا إحنا ومع غيرنا إذن عن أي تعادلة تتكلموا عنها قالك وفي نطاق تفعيل مبدع حماية الدولة المكفول لموظفي الأمن جراء الاعتداءات اللفظية الله بقيتوا فيها حقيقة الاعتداءات اللفظية أثرت فيكم وهذا مساكن هذا الضحايا اللي ضحاياكم بحال مثلا براهم سيك الله يرحمه اللي كتفتوه دير الولمينوت وهو بين الحياة والموت شنو هذا الاعتداء شسموه شقدو تسموه ضحاياكم كاملين إحنا ضحاياكم إحنا اللي تخنلكم يساريات إحنا للكموساريات بدون سبب ودوزوا وزوروا محاضرنا بدون سبب شا تسمو هذا اعتداءات شا تسموه لا يمكن أن يحاكمكم كل شيء تحت يديكم القضاء تحت يديكم المخابرات تحت يديكم الفلوس تحت يديكم أرزاق عباد الله تحت يديكم الصحافة راكم شكلتوها صحافة الكبة صحافة الزبالة وما يمكن تكون شي صحافة إلا الصحافة التي تشبه عصركم عصر الزبالة مخزن الزبالة مصطلح آخر كان شي مصطلح آخر مخزن الزبالة وضعية الزبالة التي تعيشوا فيها صحافة الزبالة بوليس الزبالة مخابرات الزبالة قضاء الزبالة أحكام الزبالة ماذا أريد أن أوصافه ماذا عندكم لو كان عندكم شي من غير هذا ماذا نقوله واركيش عندكم قالك نتيجة التواتر أفعل تشهير والإهانة والقذف المرتكبة من طرف هذه الأشخاص المشتكبية البلاغ ما فيه ذكر شكون شكون هذه الأشخاص ما كان ذكر هذه الأشخاص لكن كان موقعين واحد اللي هو ينقلوا الجريدة فانتكات هنشوفوا شكالة الجريدة فانتكات جريدة فانتكات الآن اللي شفت جريدة فانتكات وشفت أشكاين جريدة فانتكات جريدة فانتكات جابت أربعة أشخاص قالت لك بأنه بعد تمادي مجموعة من النشاطاء مواقع التواصل الاجتماعي نحن تمادينا نحن نتمادينا نحن نتماد نواد نحن نكون عبيد وخام موجودين في فرنسا أو الله في أمريكا نحن نكونوا مع العبيد الذين لا يتمادون الذين لا يتكلمون عن دجاجته ولا عن نظامه ولا يفضحون فساده نحن نكونوا مع العبيد حتى لا نتماده قالت لك بأنه بعد تمادي أول بعد قام هذا حكم قيمة ماذا علاقتك انت الصحفي اللي كاتب هذا المقال ماذا علاقتك انت ياك انت تقدم بلاك ياك عندك الاسماء قول زعتار كوريطة برقدور بنا ماذا تمادي ماذا تمادي انت محاكمة راك انت اللي تمتمادي الآن انت 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 الصحفي ديالاخر الزمان صحافة الزبالة را انت اللي متمادي على الناس اللي تكتب عنهم بذلك ولكن ما ولكن لأنك قاعد في ذلك الزريب مع المحامي نكره وما يعطيناك الاسماء يا الناس طبعا هل تكتب اي حاجة قالك بعد تمادي مجموعة من نشاطة مواقع التواصل الاجتماعي بالخارج في توجيه سيل من الاتهامات والتشهير بمؤسسات سيادية شمال سيادية ما لها المؤسسات السيادية من ايش بتنتهي هذه المؤسسات السيادية الصحافة ديال الزبالة الصحافة الزبالة حاشكم فين جبت انتهى المؤسسات السيادية كالش حاجة المالك سيادية المؤسسات السيادية الحموش السيادية ياسي المصوري سيادية والشعب الاخر دنياني هذك اطحنوه عدلوا اللي بغيتو هذك ما كان يتكلم معاكم فراحنا لأسياد احنا السياد روسنا احنا السياد وموجودين في دول عاطيتنا السيادة وعاطيتنا قيمة باش نعودوا لأسياد أنسياد أنفسنا نتكلم بحرية وننتقد بحرية ونفضح ماذا نستطيع أن تفضحه يكن تحذى في الضر بيضاء يلا ونتحداك يلا كتب بنزاهة وشبافية نتحداك نتحداك مؤسسات السيادية ماك عارف عش تكتب صافي البوليس السيادية واحتى فرانسا رأس البوليس السيادية صافي ما يقلت حد يتكلم عن البوليس إلا دار شي بوليسي يش يتجاوز لا ما خاص تكلم عنه الصحافي لأنه دار مؤسسة سيادية شمال سيادية شمال سيادية دخلوا لكم هاد سيادية باشر بحاله بحالك يخطئ ويصيب كيف نحن نخطئ وننصيب ينتقدنا حد على فعالنا ننتقدو كذلك الناس على فعالهم لكن لم يحكموا عليهم قبل ما نعود عندنا المعطيات نحن لما تكلموا عن ملف نتكلموا عن ملف بالمعطيات ونحن لم يطيروا على واحد كذلك قبل أن نتكلموا عنه ونحن رغم أنه عارفين أسرارهم في ديارهم أسرارهم ديارهم في ديارهم ولكن ما أنه أخلاقيات المهنة منعنا لأننا نتكلموا في ديارهم وهم لا هم يمشوا لك لديارك ومشوا لك لولادك ومشوا لزنق يسولوا العساسة ومشوا يسولوا طيابات الحمام ويسولوا الجميع لك ويمشوا عند والدك ومشوا عند ما هم والدك يصورهم كاملين شو من سيادة أشو عن سيادة تتكلموا عنها أفعلها شذي رفعها القطع الطرق وأنت أصلا من قطع الطرق وتتكلم عن سيادة عن أي سيادة تتكلم؟ قال لك المهم تقدمت بي كذا كذا في مواجهة هؤلاء الذين يقتنون خارج المملكة وذلك من أجل إهانة موظفين كذا الأمر يتعلق بشكون مقدم ناشرة الأخبار السابق عالي الراضي الليلي عالي أنا أعدت العالي وصير الصحافي الزبالة عزكم الله صير عرف بعد اسمي يا نهي اللي انت اللي تكتب عني عالي الراضي الليلي عالي الراضي الليلي ما يفراسي بدلتني اسم أنا بدلتني اسم أنا ما يفراسي شيتو الحالة المدني ما اللي بدلتوا الاسم عالي الراضي الليلي شهد 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 الصحافة ديال الزبالة واش بقيت في اعطيك شي شي برقاقة المعلومة يعطيها لك غنقات دهيل اللي بعد على الأقل الذي يرطى معافية حضن الجزائر والبوليزاريو والي الشرف اننا نرتابي في حضن الجزائر والبوليزاريو واشو مشكلتك عندك شنو مشكلتك ارتامي في أحضان المحيط الأطلسي وانت شنو مشكلتك انت شنو مشكلتك انت واشو مشال الحموشي اللي معاك واشو مشال الياسي المنصوري واشو مشال دجاجته نفسه نرتامي في الأحضان وانا البحر العبيض المتوسط اننا سبح في البحر العبيض المتوسط واشو مشكلتك انت استغل مع الف بي اي وانت شنو مشكلتك استغل مع المخابرات في الجزائرية وانت شنو مشكلتك مني نحقق الحذل عبد شك عني انا مزلت عبد عندك انا ريما اني عبد عندك انا لما اكون عبد عندك باش نتم عبد عندك وارتامي في أحضان اللي بغيت واشنو مشكلتك انت ثم اليوتوبرز المقيم في امريكا محمد تحفل الذي انتقل من مهمة الدرابكي شا شد شو الاسلوب شو اسلوب صحافة الزيبالة صحافة الزيبالة في الاعراس الى منتحل صيفة صحافي وصار يقضي في مؤسسات الدولة شو ما المؤسسات الدولة ما عندكم دولة كان عندكم الدولة قا ما يتكلم عنكم حق وتضم اللائحة ايضا زكريا المومني الملاكم السابق الذي امتهنا بابتزاز مؤسسات الدولة ايه غير يا اما انك يقلع منك حقك ويكرفسوك ويتعدى عليك ويا اما انك انت ابتزازي هما للمهم هما من اصرى في خلق الله من اصرى في خلق الله ومن اطيى بخلق الله ما شاء الله تحطم على الجرح يبرع ما شاء الله والعدالة والشرفاء واشتغلون مع الشريف طبعا مع الشريف ومع الشرفاء ويعاون الشرفاء بعد ان فشل في رياضة الملاكمة الى جانب اليوتيوبرز المقيمة بالصين دنيا الفلالية التي تحولت بقدرة قادر الى معارضة من ورق والصحافي دي الاخر الزمان لما تقول معارضة من ورق وتقول بان المؤسس الفلاني والمؤسس الفلاني والمؤسس الفلاني يدعطوا شكاية ضد رنك رنك ركتو هينو نفسك انت رنك مات هنا هي هي را ما قد حدي هنا اللي بيالا أصرا عملها يدافع عنها عملها اليومي يدافع عنها وهي مارقة بوجهها مكشوف وتتكلم بأرياحية وتتكلم وتدافع عن مواقفها وليات معارضة من ورق وتابعين هاراكم ماراكم انتم اللي من ورق هاراكم انتم اللي من ورق دائما خاصكم تستسغرون الخاصم الخاصم انتم بارا يخليكم بلا رقات الخاصم يخليكم بلا رقات الخاصم فاضحكم الخاصم معيشكم على عصابكم الخاصم فاضحكم في كل مكان ولكن دائما خاصكم تنقصوا منهم دعما راها انتصار ورا ما مش انتصار خاصك تعطي قايم أصرا الولايات المتحدة من الكي حينما تحارب المجموعات اللي تعرفوا في العالم واخرات عود شي مجموعة ضعيفة تنفخها هي باش تعطيها القيمة باش اصلا تبان وزن الولايات المتحدة المريكية مع هذي الجماعة انتم العكس انتم تنفخوا شدوكم باش تبينوا بأنكم كائنين موجودين وتبارك الله يعني لا يأتيكم بالباطل ومن بيديكم ولا من خلفكم وخاص منكم صغير فلان من ورق الصحيفي المزور كل شي مزور عندكم انتم اللي ما كن مزورين انتم بوليس مزورين صحافي ما نكعرف حتى اسمي بعدي يلا ولا عاد كاتب الصحافة كاتب المقال المهم هذا هذا المقال المقال الثاني عفون في اشكاين اشكاين ما شاء الله طاجين طاجين من المعلومات بلغ مشترك المديري العام ولد جيت وديستي ودجاجة ومن وراء ذلك وزيد 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 قال لك عدم تحديد الشكاية هوية هؤلاء الاشخاص التي رفعت في مواجهتهم الشكاية او عددهم والافعال المهينة المهينة وحكام ووحكام الافعال المهينة احنا نهينوهم احنا نهينوهم لمنين نقولونهم الحقيقة نهينوهم خاصنا انتمون نكذبوا عليه خاص mascara عود بحال شوف خيخي. سي عود انتاجنا بحال شوف خيخي خات عود انتا في فرنسا ولا في امريكا دي انتاج شوف خيخي. والطامو. يعود بحال والطامو. اللي ما فيه قرام حتى قرام من من الرجولة وما ارضعها من اشي يرضعها ارضعها من طامو يرضع الرجولة من طامو. ما ارجع حتى الانوثة باش باش يعود فعلا شخص عنده مواقف يدفع عنه. قالك بانه يعني هذو قاموا بافعال مهينة ومخالفة للقانون من سوبتي لهم جعل العديد من ابناء الجالية المغربية بالخارج بما سابق لهم انتقاد بعض مؤسسات الدولة او بعض الموظفين الامنيين ولو عبر تدوينة او تعليق على شريط فيديو او غيرها يتوجسون ويتفادون القدوم الى المغرب خوفا من ان يكونوا ممن شميلتهم الشكاية المشارع اليه. فين هي الديمقراطية وفين هو العدل عندها امين المؤمنيين وفين هي دولة الحق والقانون. ادركي لك تدوينة في حق الحموشي ولا المنصوري ولا كذا خاصك ما تمشي للمغرب. في اي قانون هذا اللي انتم بريد تحاكموا به الناس. انتم باغين تبقوا القانون انتم بخال في القانون. وطبقوا القانون بعد يلول على عروسكم وعودوا حاكموا به الناس. ادركي اللي يكتب تدوينة على فلان على شي شخص. ما خاصتوا يجي للمغرب. قالك اشكاين حاولت التحري في الموضوع ومعرفة الاسماء التي رفعت المؤسسات الامنية الثلاثة الشكاية في مواجهتهم. لكنها اصطدمت بحاجة السرية لبحث والتحقيق. اتحقيق لا يقربوا العالم. واحد التحقيق ما شاء الله سيغير واقع المغرب وسيوفر الديمقراطية للمغرب وسيكون المغرب ان شاء الله على شكلة الدول الديمقراطية. بالله عليكم ما تحشموا. بالله عليكم ما تحشموا. اثلت مؤسسات بدلة عليكم تمشوا تحاربوا اللوصص المال العام. وتتحاربوا اللوصص استراليك. وتتحاربوا المنتفخين. وتحاربوا المخدرات من قابلين واحدين يتكلموا في الفيسبوك وفي اليوتيوب. عندهم تليفون وعندهم ميكروفون. والله قاعد لكاللي ما عنده الكيد. سرية التحقيق. يا سبحان الله يا سرية التحقيق في الزريبة. والله يعني الإفلاس التام. إفلاس مشاه. كل شي مشاه في الزريبة. هذه علامات الإفلاس. بالمقابل حصلت على مجموعة من المؤشرات. نعطاهم مشروعهم المؤشرات. حول مجموعة من حول بعض الأشخاص الذين يكونوا المعنيين بهذه الشكاية. من بين هؤلاء الأشخاص نجد اليوتيوبر تحفى. الشرطية المعزولة من العمل وهي بخرشيش. تحفى. خرشيش. خرشيش طبعا مطروضة. وهذا كل يتسبب لها في التحرش وكل شي رأوا. حر طالق. وراتزره. هو اللي دير الشكاية باسمه. ولا قالوا له دير الشكاية. انت دير الشكاية. المقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية والذين سبقا لرئيس الأمن الإقليمي بالجديدة عزيز بو مهدي. الرفع على دعوة قضاء. يرعي لكي ضدهما بيتهمة القذف والتشهير والمس بالحياة الخاصة والتبليغ عن جرائم وهوية وهمية أعلم بعدم حدوثها. لكن الظالم هو اللي رافع الشكاية. تبارك الله والله إلى أمير المؤمنين. عندك العدالة بسانك سانك. إضافة إلى تحفى وخرشيش نجد اليوتيوبر يوتيوبرز دنيا الفلالي المقيمة في هونغ كونغ والتي واضبت على نصر فيديوهات توجه فيها تساؤلات مؤسسات أمنية وموظفين بها. كما نجد الملاكم السابق زكريا المومني الذي ظهر مؤخرا في أسلطة فيديو يهاجم فيها مؤسسات أمنية بعد غياب لسنواته والذي سبق اتهامه بمحاولة ابتزاز الدولة المغربية في الستة ملاير سنتين. شفتم؟ صندروري يقول لك وهذا الشيء ذاك اللي نحن نمتابعينه وذاك اللي يتكلم وذاك اللي انتقدنا وذاك اللي بشهر بينا. راه واحد ليس واحد لمبتاز واحد كذا وراه مرفوع عليه شكوى. ايوه وانتوما انتوما معدني ذاك اخبطني وبكا وسبقني وشكا. ولكن مع العالم ما تفضحوا روزكم. انتوما اصلا كان ساتركم ولانا وذاك اللي نفضحوا عبر العالم. في اللائحة ايضا علي الراضي الليلي. على هذا موقع كاتبها صحيح. قال لك المتعاون السابق مع فيصل العريشي. انا متعاون مع انا كنت نرفض له الباليزة. اضرها موقع ديال تيجيني. هذا العبد الضعيف كان يرفض لباليزة لفايصل العريشي. كنت انا متعاون عنده. خلصني بالنهار. بالجورني خلصني بالنهار. والله خلصني على المهمة. إذا رفضت له الباليزة مع الصبح خلصني ميت درام. ولا عرفت له عشرة النهار خلصني ميتين درام. كيف تعرفوا لي افلاس؟ افلاس؟ صحافة الزبالة. طيب شو صحافة الزبالة؟ صحافة الزبالة. اولا نذكرك صحافة الزبالة. هذا الشخص اللي تعرف. صحافي في التلفزيون 14 عام. 14 عام. وثمان سنوات مقدمة للنصرات. من الأخبار الأخيرة للأخبار الظاهرة للأخبار الرئيسية. وخمس سنوات. هذا هذا اللي متعاون مع العريشي. هذا المتعاون هذا اللي يرفض لباليزة العريشي. خمس سنوات وعنده أحسن نسب مشاهد النصرات الأخبار بأربعة ملايين مشاهد. خمس سنوات. ما كان لا مذيع ولا مذيع في الأولى ولا مذيع ولا مذيع في الثانية قد يجي معايا خمس سنوات نسب مشاهدة. هذا اللي يرفض لباليزة عليه شيء. قال هذك اللي. هذك اللي اصلا متعاوين. غير متعاوين. ممكن هذك جبناء غير من الموزمبيق هذك. جبناء من الموزمبيق. ودرك حاطين عليه شكاية. والذي لجأ الى فرنسا وتحول الى بوق لمليشيات البوليزاريو. والله افتخر. والله والله بوق بوق لأهلي وذوي والشعب الصحراوي ويسعدني ذلك. وافتخر به ووسجله في سجل الذهبي واعتز بذلك ومعاهلي الى النهاية. شن مشكلتك انت? شن مشكلتك انت? انا معاهلي الحمد لله ومع الصحراويين ودمي صحراوي. واقل شي كنت تقول لي كنت تقول لي الصحراوي انا معني صحراوي. شن مشكلة? كنت تقول لي ماني مغربي يا راني ماني مغربي. انا صحراوي الحمد لله. والباسبوراني حركت لكم ذاك النار بشرين وباش نقطعو ذاك نمزه. السلام عليكم. والجنسي يا راني احنا لكم فوجهاتكم. السلام عليكم. ماذا بعد? ماذا بعد? ويسعدني ويشرفوني ان اكون معاهلي الفوليزاري. ايه وشن مشكلة? والشعرف لي? شعرف لي. وخاء. الى ان حياتي كاملة حياتي كاملة. اربعة وارفعين سنة ما تقد تساوي نهار واحد من اللي اعطاه الشهداء في هذه المعركة. ولكن انت تتفهم غرف باطاطة وماطيشة بساف عليك الشهادة. لا تقد تفهم الشهادة. وما تقد تفهم بطولات الشعب الصحراوي والله رحلته في سبيل الاستقلال. بعيد عليك خاصة تعيش عندي انك احضاربعمائن سنة بايش يا الله تقد اكتشف. خليك مع باطاطة وماطيشة والطواجن والبسطيلة والتلحسعة والتبسح عند اعتاب القصر الملكي وعند الماليك وعند الحموشي وعند المنصور يدوروا معاك. ما انا ما انا ما قد تمسحت لهم وما قد تمسحت للملكك ولا قد تمسحت لسيدك وما قطعت عند عبدوك قد خدام على عرق بذراعي. خدام الحمد لله باني ما لا مشابح ولا غير شبع. خدام الحمد لله. وادى مهامي كاملة. ختمت في ثلاثر بلد التلفزيون المغربي مع عمري غراطة خدمة. والتلفزيون المغربي الجائزة الوحيدة اللي جاب في تاريخه في تاريخ مشاركاتي في مراجل جزيرة الافلام الوثيقية. اللي عامالي المتواضع محاول حسين الشيبان وصطرة الاحيدوس لخمسين دقيقة صورته انه الكاميران عامل عبد العالي عيان. وبقبط فيه درهم واحد. والي الفخر. ويوجد فيه سجلة. هذا المتعاون. ذاك اللي هزل بالي يزل عليه شيء. ويسعدني ان اكون مع البوريزاري. ويسعدني ان اكون مع الشعب الصحراوي. ايه وشنو مشكلة تقيد. قيدها زيدها. لعدتي تنفعك بشيء. والذي اصبحت مهمته الوحيدة هي مهاجمة المغرب ومؤسساته. والله. ولا 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 اخفيها. او زيدها مولي في الشكاية. او هاجم المغرب ومؤسساته لان المغرب زريبة ومؤسساته زريبة. ايه وش المشكلة. ودجاجته زريبة. ايه وش المشكلة. ويقود الزريبة الى الهاوية. ايه وش المشكلة. لان نسكته مع الناس اكتب. ما نقدو نسكته. آه ثم محمد حاجم المعتقل في ملف سلفية جهادية والذي كانت السلطات البغربية الامنية قد تسلمته من نظيرتها الايطالية. اه شي هم سين سين واقراو شوي. سين واقراو شوي. يمنين انت بودوا تكتبوا عليه واحد بعدها لقد كتب. على هذه سلمته السلطات الايطالية. العخ حاجم سلمته السلطات الايطالية. يا شعب الكل اخ. يا صحافة الكل اخ. يا صحافة عزكم الله الزبالة صحافة الزبالة قد تسلمته من نظرة الإيطالية وقضع عقوبة حبسية بسجن سالة قبل أن يطلب اللجوء بألمانيا ليواصل هجومه من هناك على مؤسسها حامل الجنسية الألمانية قبل أن يسلم من ألمانيا للزريبة يا صحافة الزبالة الأسماء المذكورة لهم يتم تأكيد ورود أسمائها بشكاية المؤسسات الأمنية لكن مصادر جيدة للتلع عرض جاحت ذلك أتبارك الله أعطتك الاسم غالط نظرة لحجم تأتي المهم الصحافة الزبالة هي دولة الزبالة مؤسسات الزبالة ومخابرات الزبالة وصحافة الزبالة كيف لا يعود كيف لا تنتجلكم هذا الشيء كامل رأوا وليس الشيء كامل يتشوفون حينما عارفين بأنهم لن يدوا ولا شيء من هذا الشيء عارفين بأنهم لا يشت sobie من القضاء الفرنسي ولم يشت sobie من القضاء الأمريكي وما يقدو يدو شيء من القضاء الصيني وما يقدو يدو شيء القضاء الألماني ولكن طبعا عندهم واحد الشعب ديال الكل خاصهم يعطوش حاجة يتلتها فيها بحال ذاك النهار مع الناشطة الصحراوية المناضية الصحراوية من التحيضاء تضعوا لك أداو البلاغ الوكيل اللي عام ايوه او فينكم العياشة ايوه فينكم العياشة ما لسيدكم خذلكم لأنه عارف بأنه يتكلم مع شعب الكل لأنه عارف بأنه يزريبك من ما عندها لا أساس ولا راس لذلك كل مرة يخلق لكم شيء مشكلة ولا يخلق لكم شيء تلتهاوا فيه ولا تهوا مع الشكاية احنا راني ننحانوا الشكاية أنا ننحاني وجدت مانطي باش نمشي للحبس والطيارة اللي تديني المغرب رام دي ما راوها راي تسخد تحياتي لكم وإلى اللقاء إن شاء الله الرحمن الرحيم في فيديو